هنقف النهاردة وقفة كده ونسأل نفسنا نتطمن على فلوسنا الفلوس دي فيها حرمانية طب فلوسنا حلال طب فيها شبهة من الحرام طب الفلوس اللي بتدكل بيتنا حلال بتأكل مراتك وعيالك حلال ولا حرام عن استعجال الرزق وخطورة أكل المال الحرام وهل يمكن تطهير المال اللي فيه شبهة من الحرام وأنواع المال الحرام هيكون موضوعنا النهاردة مع فضلت الشيخ دكتور محمود شبري الدعاية الإسلامية ناوانا فضلت رضي الله عنك أستاذ ويحبني أحفظك الجزء كل خير والموضوع صعب شوي لا ده سهل جدا يعني فيه ناس ممكن تقلق كده أنواع المال الحرام الحمد لله واحدة والصلاة والسلام على مال نبي أستاذ زي ما حضرتك تفضلتي إذا وضع المال في يد الصالحين والشوفاء استخدموه في طاعة الله يعني بنوا مساجد استخدموا الفقاء والآمل واليتامى والمساكين عملوا صدقات عملوا أبيه مية إذا وضع المال في يد الصالحين والشوفاء كان في حقهم نعمة مش ربنا هو اللي بيقدر الأرزاء دي يعني ربنا المفروض يحطها في إيد الصالحين بس طب ليه بتتحط في إيد الناس اللي مش صالحين جايين في الكلام وإذا وضع المال في يد الظالمين بغوا به على العباد وكان نقمة حضرتك هتغتحي معي يا فندم لما تعافي والمشاهد الكريم يعاف إن الناس في المال أصناف والنبي عليه الصلاحين يتكلم عنه الدنيا دي كلها يعني أسم الناس في المال إلى أصناف في الحديث الذي في مسند أحمد وتمذي من حديث أبي كبشة الأماري أن الحبيب النبي عليه صلواته رب العلي قال ثلاث أقسم عليهم يا أستاذ ألاء الذي يقسمه رسول الله هو الصادق الأمين الذي لا يحتاجه أبدا إلى قسم قال ما نقص مال عبد من صدق النبي بيقسم أي صدق أنت عطت صدقها ملك ما لا أصش منه بيذيب أقول إيه يا ابن أدم أنفق 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 عليك ما نقص مال عبد من صدق وما ظلم عبد مظمة فصبى عليها إلا يحصل إلا زاده الله بها عزة وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فق قال صلى الله عليه وسلم وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ إِنَّمَا الدُّنْيَا خلي بالك إِنَّمَا الدُّنْيَا لأربعة نفر أربعة أقسامهم عبد الأول عبد أو عبد الاثنين صحيحاً في اللغة عبد غزقه الله مالاً وعلماً مال مع المال العلم يعني مصارفه الشرعية بيصف فيه في الخير بيصف فيه في الطاعة بيصف فيه في مساعدة المسلمين في بصامات الخير غزقه الله مالاً وعلماً إيه اللي بيحصل؟ فهو يتقي فيه ربه فهو يصل فيه رحمة فهو يعلم لله أي في هذا المال حقاً خلي بالك هذا بأفضل المنازل عند الله جل وعلاً اللهم اجعلني وأنتي والمشاهدين والمسلمين كلهم بمنك وكرمك منهم يأكم الأكرمين ويأحمى ورحمين إن نعتني عبد غزقه الله علماً ولم يغزقه مالاً يعني ممكن يتصدق وهو معوز فلوس؟ لا هقولك لازاي غزقه الله علماً ولم يغزقه مالاً بمعنى صادق النية يقول له أن لي مالاً لعملت فيه بعمل بني فلان وعمل بني فلان وعمل بني فلان يعني هب من مساجد وساعد الناس وعملهم وصلاة مية وعملهم أبيار وكذا يعني من أعمال البر والخي والهدى قال الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى فهو بنيته فأجوه ما سواء النية والعلم بالضبط الثاني كان يملك المال والعلم وبيصف ربنا كام وبيصف أوجه وخير الثاني ما كانش مع مال بس مع العلم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أدل على الخي كفاعل الله هو كذا أدل على الخي كفاعل فده الصنفين اللي احنا نسأل الله عز وجل أن نكون منهم اللهم أمين يا رب نقل الصنف الثالث القسم الحرابة وعبد غزقه الله مالاً ولم يغزقه علماً بيصوف في معصية الله سبحانه وتعالى ولا يغعي فيه حق الله تمام غزقه الله مالاً ولم يغزقه علماً فهو يخبط في ماله بغي هدى ويضيع المال وهذا بأخبس المنازل عند الله جل وعلا أبونا سبحانه وتعالى استخلافك أصله أبصي المال ده يا إما أنت زائل عنه يا هو زائل عنك لا فاهمني أكتر المال ده يا إما أنت هتصرفه أنت زائل عنه أنت هذه الدنيا وهذا المال يا إما أنت زائل عنه هذا المال أهو زائل عنك ما عدتش هتلاقي هذا المال فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة يعني المال ده كلنا هنسيب المال بس رمبنا يستخلفك في المال طهر المال تصدق زكي تمام ده الصنف التالت نوع معه مال ما بيصفوش في أيوة بيصفو في معصوية الله بيصفو في الحرار تمام الرابع وعبد لم يغزقه الله مالا ولا علم لده ولا ده أمال الموضوع ده خبيس النية يقول رغم كده وخبيس النية يقول لو أنا لي مالا لأملت فيه بعمل بني فلان وعمل بني فلان وعمل بني فلان يعني من أعمال اللهو والفسق والمعاصي قال رسول الله صلى الله وسلم عن الرابع ده فهو بنيته فوزوهما وإثمهما سواء شوفوا اللي بيصف في المعصوية وكلام من ده وده بنيته ما بيصفش وبنية السيئة جاب التاني زي ما الأولاني زي التاني أدرك الأولاني بنياتي الطيبة ده أدرك بنياتي السيئة يا ربي فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة وحق علينا يا أستاذ علاء إن أدينا حق هذا المال فجمعنا من الحلال وأنفقنا في الحلال وأدينا في هذا المال حق الكبير المتعال فنحن على خير عظيم أما إن جمعنا من الحرام وأنفقنا في الحرام ولم نؤدي في هذا المال حق الرحيم الرحمن نحن على خطر عظيم ونعلم أننا لن نأخذ من هذه الدنيا ولن نرحل من هذه الدنيا بجنيه واحدا إلى قبونا